اهلا بكم لا يقتصر الطابع الذكوري لمجتمعنا على تفضيل الذكور عن الإناث في المواليد الجدد فحين تكبر الإناث تحارب وتناضل كثيرا كي تثبت ذاتها في المجتمع ليس هذا فحسب فحتى لو أثبتت نفسها وجدارتها واستطاعت تولي مناصب هامة على مستوى مجتمعها المحلي فإن طريقها لا تكون معبدة بالورود واستجابة الجهات المختصة لمطالبها لا تكون بذات السرعة والآلية مقارنة مع زملائها الذكور في هذه الحلقة التي تأتي ضمن مشروع المشاركة المدنية والمجتمعية من أجل تحسين واقع الخدمات والذي تنفذه مؤسسة أدوار نناقش مدى المعاناة الحقيقية من نقص الخدمات في المناطق المستهدفة ضمن هذا المشروع ومدى استجابة وزارة الحكم المحلي لاحتياجات النساء في هذه الأماكن ونستضيف في هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بالضيوف الأستاذ المهندس رشيد عوض مدير مكتب وزارة الحكم المحلي في الخليل أهلا بك معنا أستاذ رشيد وأيضا نرحب بالستوديو بأنوار الشوامرة وهي رئيسة المجلس المحلي في دير العسل الفوق أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ أنوار وعبر الهاتف نرحب بالأستاذ أسماء وهي رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي أهلا بك معنا أستاذ أسماء أهلا بكم أستاذ مساءكم تحياتي لكم جميعا ونبدأ من عندك أستاذ أنوار وأنت رئيس مجلس محلي يعني بداية لو تحدثين عن المشاكل اللي بتعاني منها دير العسل الفوق أولي شيء نعرف الناس عنها وين بتقع دير العسل الفوق ومدى استجابة وزارة الحكم المحلي أيضا لهذه المشاكل بداية أهلا وسهلا فيكم دير العسل الفوق هي مدينة غرب مدينة دورا قرية محاذية للجدار تبلغ 3000 نسمة المشاكل في قرية دير العسل يعني مشاكل في البنية التحتية وعندنا كثير مشاكل في البنية التحتية من تعبيد طرق يعني عندنا تعبيد طرق تقريبا 30% معبد من الطرق عندنا يعني فقط 30% من الطرق دير العسل معبد حتى المعبد يعني مش كثير منيح لأنه مكسر لأنها يعني شوي قديم عندنا البنية التحتية للمي كثير شبكات مية عنا مهترئة 94 شبكة المية لعنا كثير يعني طلبنا مدسل خدمات أنه بالنسبة للمية أنه يعني حاولوا قد ما يقدر منحسنوها أو في كمان كثير ناس ما بتصلوا شبكة المية يعني كثير بعيد بطر أنه يطلب سهاري جميعه ومش دايما متوفرة في كمان يعني أبرزها في نقص الخدمات نقص هي أكثر إشي في البنية التحتية أكثر أكثر إشي يعني إحنا بنحتاج فريد العسل البنية التحتية رغم أنه إحنا خذنا عنا مشروع شهر ثلاث إخذنا للحظة هي قاعدين بننفذ فيه بس هو كثير منيح المشروع وبيخدم يعني فيه كثير منيحة بس ولا إشي بالنسبة لثلاث تلاف نسمة وما عنا يعني طرق معبدة بشكل آخر تمام طيب أستاذ رشيد أهلا وسهلا فيك معنا من جديد زي ما سمعنا كلنا قرية دير العسل الفوق وغيرها من القرى في هاي المنطقة بتعاني من الكثير من المشكلات خلينا نحكي خاصة في مجال نقص الخدمات والبنية التحتية أنتم في وزارة الحكم المحلي ماذا تفعلون لحل هذه المشكلات يعني أهلا وسهلا وشكرا لإستضافة اليوم عندكم موضوع الاحتياجات في قرانة الفلسطينية هي بالتأكيد احتياجات كبيرة يمكن تفوق أحيانا القدرة سواء لدى وزارة الحكم المحلي أو غيرها من الوزارات ولكن نحن في وزارة الحكم المحلي نسعى إلى تلبية ولو جزء من هذه الاحتياجات وعلى مدار تاريخ وزارة الحكم المحلي منذ تأسيسة إلى اليوم قدمنا مئات بل ألاف المشاريع لتجمعاتنا سواء في القرى أو المدن ألاف من المشاريع تعالج البنية التحتية بالتحديد دير العسل دير العسل دير العسل يعني أنا زرتها وبعرف واللي ما تفضلت به أختنا رئيس المجلس يعني هو صحيح هناك حاجة لمزيد من المشاريع في هذه البلدة ولكن يعني حينما تفضلت أعطناهم مشروع تعبيد طرق في الفترة الأخيرة وإن شاء الله في الموازنات الجاية وأنت تعرفين الظروف الاقتصادية هو الظروف التي تعيشها الحكومة الفلسطينية والحصار المفروض وبالتالي يعني مش الموضوع مش بهذه السهولة يعني المشاريع المحدودة والأولويات كثيرة يعني بسبب الظروف المالية والاقتصادية جعلت فقط 30% من طرق دير العسل معبدة يعني هاي الأحصائية التي تفضلت فيها أنوار أنا مش راح أعلق عليها يعني هي رئيسة المجلس محلي طبعا نشعلق على الأحصائية إنما البلد أكيد بحاجة ويعني إحنا كمان مطلعين على الموضوع زي ما حكيت لك نعم في مشروع إن شاء الله في المستقبل راح يكون فيه إيش تاني أنوار ما حكيتيني مدى استجابة وزارة الحكم المحلي كيف بتشوفوها الحكم المحلي ووزارة الحكم المحلي بشكل عام يعني كثير كتب مستمرة بشكل يعني كثير رغم الكتب المستمرة إليهم لا استجابة ما في استجابة في استجابة بس بسيطة كثير بالنسبة للكتب اللي بقدمهم يعني أنا بطالب في حقوق أنا لما جيت انتخبوني الناس انتخبوني اللي أنا أساعدهم بس فعليا هم اللي قاعدين بساعدوا فيي مش أنا اللي بساعد فيهم هنا أنا أول ما استلمت المجلس استلمت ميزانيته 170 شيكل بالنسبة لباطل المجالس ميزانيته 170 شيكل هاي ميزانية؟ يعني ولا شو؟ طبعا هذا كان يعني هذا وضع خاص وضع يعني واضح إنه صعب صعب كثير يعني أنا استلمت بس ختم مجلس حتى متمنى إنهم مزارك الحكم المحلي يعطوني بناية مجلس أو يبنوني يعني بناية مجلس يعني أنا مستأجر محل تجاري على الشرع الرئيسي بدفع إليه ألف دينار رغم إنه ما عندي ميزانية بس بدفع ألف دينار من ميزانية المجلس كثير أنا أكثر مشكلة بتواجهني بناية المجلس يعني أنا استلمت بس مجلس حتى ختم حتى أثاف طابعة ولا إيوتر ولا حاجة كله من أهل القرية أنا لما استلمت اللي دعمني أهل القرية مش أنا أدعمتهم فعليا لما انتخبوني انتخبوني لأنا أدعمهم وقدم لهم بس حاليا هم ما بقدموني طيب شو بتحب ترد أستاذ رشيدا لموضوع الاستجابة تحديدا زي ما حكيتي زي ما تفضلت أنا أدرك إن الاحتياجات كبيرة مش في دير العسل في كل المناطق والمقدرة سواء لوزارة الحقيق المحلي أو للحكومة يعني وخصوصا في السنوات الأخيرة مقدرة محدودة تحدثت عن موضوع المقار للمجلس هو كان في مقار للمجلس ولكن حصلت إشكالية معينة والموضوع موجود بالمحكمة بس أكيد إنهم بدهم مقار للمجلس ويعني إحنا عنا بمحافظة الخليل 64 بلدية ومجلس قروي فقط في هناك أربع مجالس قروية ما لا يوجد لها مقارات من ضمنها دير العسل سنعود لك مجددا ولكن أستاذ أسماء أهلا بك مرة أخرى من رحب ومنحب تعرفينا أكثر شو دور وحدة النوع الاجتماعي في الحكم المحلي من أجل تعزيز دور النساء من خلال المتابعة في تلبية احتياجاتهم يعني وحدة النوع الاجتماعي تعمل على زيادة مشاركة المرأة في مجالس العيقات المحلية كما تعمل على تفعيل دورها وتمكينها من خلال عدة تدريبات وورش عمل ولقاءات بعضها من خلال الوزارة وبعضها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني نعم يعني إحنا نحاول النهود بواقع المرأة وإنها تمارس دورها الفعال في الهيئة المحلية طيب يعني كيف تدعموا النساء أكثر يعني أنتوا يعول عليكم من أجل دعم النساء في المواقع ذات الأولوية اللي عم نتحدث عنها زي ما أنت سامعة حضرتك شون بتعملوا لدعم وجود النساء في هذه المواقع مثل مثلا الأخت أنوار لحتى تدعموها تضلها رئيس مجلس محلي في دير العسل مثلا يعني الأخت أنوار يفترض أنه إحنا نقويها في موقعها بس يعني أقولك أنه إحنا يعني كوزارة يعني بنقدم مساريع بنية تحتية لكافة الهيئات المحلية وكل الهيئات المحلية هي في حاجة وفي ظل الأزمة المالية اللي بتمر فيها الحكومة كما يعني حكى الأخ رشيد يعني معظم الهيئات المحلية عمالها ما بتأخذ استحقاقاتها أو يعني حقها في المشاريع يعني حتى الموظفين الموظفين الحكوميين كلكم مطلعين على الأزمة المالية وأنهم مش قادرين يأخذ رواتبهم بالكامل بس الأخت أنوار إحنا واجبنا يعني ندعمها ونمكنها ونزيد قدراتها على إدارة وهل بتدعموها وبتمكنوها يعني لما يصير عنا دورات تدريبية إحنا مقبلين على برنامج تدريبي للعضوات الهيئات المحلية وأكيد رئيسات المجالس رح يكون لهم الأولوية في التدريبات وبرامج التوجيه اللي رح نعملها وحتى إذا قدرنا نقدم مشاريع اقتصادية صغيرة للهيئات المحلية رح يكون للمجالس اللي بتقودها نساء أولوية لأنه إحنا سبق وقدمنا 26 مشروع للهيئات المحلية كانت اللي بتقود المشروع نساء ومحافظة الخليل تحديدا أخذت من عندنا ثلاث مشاريع من الوزارة ومن وحدة النوع الاجتماعي خصوصا قدمنا مشروع لمدينة الخليل ومشروع للتعير ومشروع لدورة وهذه المشاريع موجودة وشزالة حتى الآن وكانت تديرها عضوات الهيئات المحلية إن شاء الله بأي فرصة رح يكون لهم أولوية إن شاء الله أستاذ أنوار بدي أرجع لك مرة تانية لما بيكون في عدم استجابة من قبل وزارة الحكم المحل زي ما قلت أرسلنا بكتب كثيرة ولكن لا يوجد استجابة شو بصير عندكم؟ يعني بمعنى شو المشاكل بتواجهها في هذه الحالة؟ كان كثير عندي مشاكل أنا مع المجلس السابق يعني كان فيه إشكاليات ومهندس رشيد بعرف فيهم كان فيه شكات راجع حاليا محجوز للحظة إلو محجوز على حسابنا في البنك إلو محجوز علينا ست شهور حساب المجلس جاءنا مشروع مدرسة وبسبب إنه محجوز لها الحين مش قادرين لا نأخذ ولا نعطي في البنك قاعت مع الوزير سابقا ووعدني بإنه يعطينا 50% من العائد على النقل هاي بتيجي لكل مجلس تقريبا 60 ألف 50 ألف حسب عدد السكان بس إحنا بتجيناش لأنه علينا ديون سابقا قبل الألف وعشرة كهرباء وعدني بنسبة 50% لأسلك حالي أدفع أجار المجلس وغطي شكات الراجع على المجلس القديم وللحظة هاي أنا باستنى إني في الخمسين بالمية بالنسبة للي حكتوا هي بخصوص دورات للعضوات المجالس يعني إحنا المجلس الوحيد اللي فيه أربع عضوات وخمس شباب كنت بتمنى أنهم يعطوا العضوات دورة ندوة أي شخص يعرفون ولا AmericanAnes أخذتوا دورات أنا أخدت وصبايا اللي معاى أخذين بس مش عن طريق الحكم المحلي يعني أنا بدي أبونا اللي هو اللي يأخذنا هولي أعطينا هو اللي يعني عن طريق الحكم المحلي ولا عما يعني عن مؤسسة أدوار عن طريق مؤسسة أدوار عن الرؤية الأمور هاية بس مؤسست الرؤية بس عن طريق الحكم المحلي كنت تتمنى إنه يكون لإننا نصيبه بالإشي بالنسبة يعني الأزم الماليهي بتحكي أنه في أزم مالية وصحيح فيه أزمة مالية وأنا يعني مراعي كثير بالنسبة للأزمة المالية بس يعني الأزمة المالية لها أنا بارح أجيت إلي سنة إنا عشرين سنة محرومين بدير العسل دير العسل وهسا يعني مهندس رشيد يحكي لك عنها شكل خاص بالنسبة لقرى الخط الغربي إحنا أكثر مجلس هيك هون ما حكالك 64 مجلس مجرد بس أربعة مجلس ملهنش بناية مجلس عشان تعفوا كمية الإشي اللي إحنا فيه إحنا تحت السفر تحت السفر على موضوع التمييز شو حقيقة أنه فيه تمييز في التعامل من قبل الحكم المحلي مع رؤساء المجالس المحلية اللي بيكونوا رؤساءها ذكور من اللي بيكونوا رؤساءها نساء أو إناث وهل وجود فيه بتلاحظ وجود تفضيل في المعاملة للرؤساء الذكور من حيث الاستجابة للمطالب المختلفة من وجهة نظري أنا يعني للمجالس الجانبنا بشوف أنه الوضع عندهم أفضل من عندنا بكثير بعدين هي معروفة بإيه علاقة كونك أنت لأنك امرأة هناك ما هي حكر على الرجال عشان هيك يعني بس نتخلص سأعطيك المجال أكيد فضلي لأني أنا كوني السيدة الوحيدة والسيدة الأولى على محافظة الخليل أنا سيدة رئيسة مجلس كان لازم يكون إلي أنا من منطلق هذا أنا بحكي لازم يكون إلي أنا دعم بشكل خاص يعني غير يعني صحيح إخواني هم وبيشتغلوا أها بس أنا يعني أول سيدي اللي إحنا يكون فيه دور فعال للمرأة كان لازم يكون فيه أنا دور فعال إلي أنا يعني غير عن الكل في أنه أفضلية للذكور أكتر أنا هيك بشوف من حيث استجابة الحكم من حيث الاستجابة فضل أستاذ رشيد أنا بريد أسمع منك وعطيك مجال عن كل ما سمعنا يعني أنا مش في مجال كيلة الاتهامات وردها بلاكس يعني بموضوع المشاريع إحنا في وزارة الحكم المحلي في محافظة الخليل يعني قد دبنا أكثر بعشرات الملايين من المشاريع خلال العام سواء من خلال الموازنة التطورية أو من خلال حصة السير على الطرق أو من الصناديق العربية عشرات الملايين وأنا لو كان مفروض أجيب هذه الإحصائيات لو بعرف أنها ممكن أن طرحيك سؤال بس عشرات الملايين في المحافظة قدمناها في محافظة الخليل طبعا خلال هذا العام ويعني معالي وزير الحكم المحلي وبصدق متابع لاهتمامات مواضيع الخليل ما يخص بموضوع الاستجابة فأعتقد أنه ولا كتاب يصل سواء لمديرية الحكم المحلي أو لا وزارة الحكم المحلي ولا يتم الرد عليه جائز الرد يعجب أو ما يعجبش هذا موضوع ثاني إنما لا يهمل أي كتاب يأتي من أي هيئة محلية موضوع التمييز للرجال والنساء فأعتقد أنه تمييز إيجابي للستات وما يخص أنوار يعني بعرف ليش بس أنا بحكي لك بالتأكيد يمكن هي الرئيس المجلس الوحيدة التي قابلت الوزير خلالها السنة تلت أربع مرات أو بمدون معاد ولا مرة كانت تطلب معاد لمقابلة الوزير أو في المديرية إلا يتم الاستجابة إليها وهذا تمييز إيجابي لصالح الستات أنا جلست مع الوزير مرتين بس أنا لما أجلس مع الوزير وما أستفيد لما أنت حكيت عن موضوع حصة السير على الطرق فتم رفع الكتاب لوزارة المالية لتقريبا خمس شهور هذا موضوع ليس له علاقة بوزارة الحق المحلي هذا موضوع العلاقة بوزارة المالية والوضع المالي باللي بتمر فيه يعني أنت بتشوف أنه مجرد أنه شافت الوزير أربع مرات فهذا تمييز مرتين 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 يعني هذا تمييز إيجابي أستاذ رشيد مش الفكرة أنه بس مجرد المقابلة لا بالعكس يا لما كانت تجلس مع الوزير أو معانا في المديرية بتم الاستماع لكل مشاكلها ونحن تابعين مشاكلها وضمن الإمكانيات بتم الاستجابة مهندس رشيد أنا يعني مش أني أنا بدي أشوف الوزير أو بدي أشوف الحكم المحلي في نفس الوقت مش أني أنا بدي أشوف يعني عمر المجلس عندك أشهر يعني ما بتقدر إيش تحكمي إنه سنة سنة من خلال أربع سنوات أو أكثر لا أنا إيش سنة يوم تحكمي في ظل ظروف اقتصادية على مسيرتك إلا بعد يعني تضعف أسرعب أكثر من سنة أستاذ رشيد في وعود كثيرة قطعتموها العضوات المجلس النسوي الموحد في الاجتماعات المختلفة من أجل تحسين واقع الخدمات ولكن مطالب النساء كانت الأقل حظا والأقل وفاء من طرفكم نحوهم ما السبب؟ يعني أعطيني مثال يعني 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 إيش العام هذا بيزبطش أعظم من الأمثلة اللي طرحتها ما في يعني هاي يعني بقولك يعني تمييزنا إيجابي إلها ما احترامي إلها يعني أخذت مشاريع السنة ما أخذهم مش مشاريع ثانية موضوع دور النساء شو المشاريع الأخذتين الثانية ما أحد أخذ أنا مشروع أخذتوا في شهر اثنين كل المجالس اللي جنبي أخذت أخذت بيترش الفوقة بيترش التحت دي العسل التحت أخذوا بس فعليا أصلا يعني بالنسبة لبقى المجالس عندهم معبد يعني كل احترام إلهم طبعا نشتغلوا عندهم ثمانين بالمئة معبد إذا إنجاز متراكم بتقدريش خلال سنة تقول أنا عندي أو ما عنديش هذه مجالس عمرها أكثر من عشرين سنة فالإنجازات متراكمة يمكن أنا بيش باقي اللوم على على أنوار هاي مجالس سابقة اشتغلت أو ما اشتغلتش مش هذا مجالنا بس هي إنجازات متراكمة يعني في أخت ريم أنا المجلس السابق كثيرك أمور عنده أنا قدمتها للحكم المحلي بخصوص شكات راجع عنده حويات مشت الفوت أمور كثيرة زي هيك أقدم كتب فيها عالفاضي يوعدنا مهندس رشيد أنه نقعد مع رئيس المجلس السابق ورح بحل الإشكاليات لللحظة هي من حلت وهذا السبب أنه محجز على حسابنا في البنك حساب المجلس محجز عليه يعني لا أقدر أسحب منه ولا أقدر أحط فيه هل نشوف أستاذ أسماء أستاذ أسماء أنت تعلمين أن النساء تعاني من أجل الوصول إلى مراكز صنع القرار ونسبة تواجدها أصلا في هذه المراكز أو المناصب متدنية أساسا وعدم استجابة الحكم المحلي لبعض المطالب تخفض ثقة المجتمع بالنساء أيضا فشو مدى إدراككم كوزارة حكم محلي لهذا الأمر وكيف تعملوا على رفع ثقة المجتمع المحلي بالنساء في المجالس المحلية يعني إحنا دورنا دعم النساء لو توفرت الإمكانيات والتمييز الإيجابي لهن بس الأزم المالية اللي بتمر فيها الحكومة يعني لم تسبق أعرفت أنا اللي بعرف عن الأزم المالية نعم أنت تهرفي نعم يعني هي يعني هاي لم تسبق أن مرت الحكومة بأزم مالية مثل اللي إحنا بنمر فيها لما سنة وثلاث سهور تقريبا في أزم مالية يعني صارت الانتخابات في ظل الأزم المالية فأنا كيف بدي أعمل تمييز إيجابي لنساء في المتاري بس إنسكا وحدة نوع اجتماعي اليوم مش مطلوب أنه كتير يعني عملكم ما قالوش علاقة كتير بقسة الأزم المالية إحنا بنحكي عن رفع ثقة مجتمع محلي بوجود النساء كوحدة نوع اجتماعي هون إحنا بنتحدث أكتر أستاذ ما أنا قلتلك أنه أنا بمكنهم من خلال الدورات والورشات واللقاءات وبالخليل يعني كباقي المحافظات يعني ممكن مثلا غير الدورات اللي حضرتك شرحت فيها يعني ممكن يكون في دعم لهم للضغط على الحكم المحلي كوزارة لتلبية احتياجات النساء في المجالس المحلية اللي هم يعني متولئين مناصب رؤساء مجالس محلية إنه مراقبة هل هناك في تهميش للنساء مثلا أو لا على حساب الرجال يعني هاي الأدوار اللي ممكن تلعبوها أيضا كوحدة نوع اجتماعي عزيزتي ولا مرة الوزارة ممكن تدعم رئيس مجلس كونه ذكر وما تدعم رئيسة مجلس كونها أنسى بالعكس الوزارة يعني أحد أهدافها الرئيسية هي تمكين النساء يعني متبعين هذا الموضوع طبعا فما بالك لما تكون رئيسة المجلس امرأة بالعكس ينظر لهذا الموضوع بإيجابية ومعنيين إحنا برفع قدرات النساء وزيادة مشاركتهم لما إحنا معنيين بهذا الهدف فأنا بدي أمكنها وبدي أثبت دورها وبدي أعزز للمجتمع إنه هاي المرأة نجحة بإنها تقود المجلس ألا الأخت أنوار يعني أنا بأمل إنها تزورني بالوزارة وبروح أنا وياها على دائرة المشاريع وبحاول يعني إني أساعدها في إنها تأخذ مشروع لو بسكل استثنائي كونها امرأة يعني بيت مرسم أيضا حالها كحال دير العسل تعاني من الكثير من المشكلات دعونا نشاهد هذا الفيديو اللي أعده لنا طاقم العمل حول الموضوع ونعود لاستكمال النقاش تفتقر القرية إلى عيادة لا يوجد فيها إلا مركز أمومة وطفولة فقط تطعيم للأطفال ولكن كعلاج يذهب بالنسبة لأقرب عيادة بيت الروش الفوقة أو البرج لأقرب عيادة حكومية واللي عندهم أمراض مثل الدغط والسكري لدورة مسافة 22 كيلو وأيضا أهالي القرية يعانون من مشكلة المواصلات لأن القرية ليست واقع على الشارع الرئيسي مثل القرى المجاورة لها وإنما تبعد ثلاث كيلو عن الشارع الرئيسي والقرية لها مدخل بدون مخرج علما بأن هناك مخارج موجودة للقرية اللي هي طرق ترابية طريق يربط بيت مرسم مع بيت الروش الفوقة وطريق يربط بيت مرسم مع بيت الروش التحتها رغم أن تقدمنا بعيد الطلبات منذ سنوات ولكن للأسف ما في استجابة أهلا بكم الجديد سيد رشيد شو بتحب تتعلق على هذا الموضوع يعني عن بيت مرسم والمقابلة التي شهدناها يعني بيت مرسم حال هذي حال كثير من التجمعات في الجنوب الفلسطيني بحاجة لمزيد من المشاريع بحاجة لمزيد من خاصة في موضوع البنية التحتية وهذا أريد أن أسألك يعني بعيدا عن النساء في حاجة ما تتضح جليا في المناطق اللي نتحدث عنها زي دير العسل وزي بيت مرسم لتحسين واقع الخدمات والبنية التحتية فيها وفي ناس ومواطنين بيعانوا إذا تردي الخدمات فكيف يعني الوزارة بتشوف هذا الأمر ورح تعالج هذه المشكلات بعرف في أزمة مالية بس كيف بتفكر الوزارة أنها تعالج هذه المشكلات زي ما حكيت لك احنا عنا مع بداية كل سنة مجموعة من المشاريع اللي يتم طرحها من خلال سواء الموازنة التطويرية للوزارة أو من خلال حصة السيرة على الطرق للهيئات المحلية أو من خلال الصناديق العربية احنا مع بداية كل سنة بنعمل حصر للأولويات لكل الهيئات المحلية ما فيها أي محلية إلا عندنا داتة عن الأولويات وما يتوفر من مشاريع تعطى لهذه الأولويات أنا بعرف أنه مهما قدمنا بظل الاحتياج أكبر ولكن نحاول ما استطعنا أن نلبي ولو جزء من هذه الاحتياجات طيب أستاذ أنوار شو المطلوب اليوم برأيك من وزارة الحكم المحلي ومن مديرية الحكم المحلي في الخليل لتحسين واقع الخدمات في القرى اللي بنتحدث عنها وكمان دعم وجود النساء في المجالس المحلية وشو الرسالة اللي بك تقدميها لهم اليوم أنا نعم أني بعرف أني في أزمة مالية بتمر فيها السلطة بس برضو أتمنى أنهم ما ينسوناش لما تحل الأزمة المالية هاي هو النقطة بالنسبة للموازنة التطورية التي تحدث فيها المهندس الرشيد في عندنا مشروع بـ 400 ألف شكل إنه تقريبا من 2019 أنا استلمت إلي سنة طرحته ثلاث مرات بالجريدة ما في حدا من المقاولين أجى اشترى أجى اشترى شركة أجى اشترته قدرت عليه موازنته 400 ألف قدرت عليه بـ 800 ألف بحكي له ليش يعني 400 حط 800 بحكي له أنا بدي سنتين ثلاث لما أخذ مصرية مش عاستعداد أني أعمل هيك أنا بدي 800 ألف وهي ضل المشروع للحظة هاي واقف ثلاث مرات طرحنا كل مرة يعني كل مرة تكون عندنا 1730 شكل بتكلفنا طرح للجريدة لما يكون معنا 1730 يعني رسالتك بشكل واضح لأنهم يعني أنا بشكل واضح رسالتي بتمنى أنهم يعطونا مشروع مع البنك الإسلامي وعلى الصناديق العربية يعطوني مشروع مش على الموازنة التطورية اللي أنا يكون مشروع ماشي آه مش أضاني أطرحوا هيك إنهم ينظروا لدير العسل أنا في عندي زي ما حكي تلك في عندي تجمع سكان مش يعني أنا ما بحكي عن طرق فرعية أنا بحكي عن طرق رابطة يعني في عنا طريق رابطة بين من دير العسل تودع الظهرية بحكي لها طريق واد الكلاب طريق كثير كبيرة خمس تجمعات فيها إذا بناخد مشروع إلها هي أو إنه إذا بيقدروا على الطاقة الشمسية أو الطاقة الخضراء إنه يقدروا يزودونها بمشروع للبنايات الحكومية مثلا فوق المدرسة فوق المجلس اللي إحنا مستأجرينه اللي إحنا برضو نستفيد يكون فيه عائد على المجلس يعني إحنا برضو نستفيد منه والأهالي تستفيد منه لأنه إحنا بشكل عام عندنا المجلس القروي بس عائداته من الكهرباء 9% بحدود 2500-3000 شكل عائد للمجلس أنا عندي خدمة النفايات برضو مش مصوبة كثير خدمة النفايات أنا لما استلمت المجلس غير إن استلمت ميزانيته 170 شكل سلمت مديون ب156 ألف من المجلسة السابقة جدواننا 85 ألف على 5000 شهري يعني مش موجود 5000 شهري ما أصلا ما بتحصله ما بحصلها وبتجين الفاتور أكثر من هيك بكثير فبتمنى أنا نكون يعني على خدمة النفايات يعني يعملها معنا ويكون في عندي مشروع تعبيد طريق اللي أنا أفيد الناس فيه لأنها أجت اللي أنا أفيدها مش هي تفيدني أستاذ رشيد بالنهاية ماذا تستطيع أن نساء المجالس المحلية أن تتأمل بعد هذه الحلقة شو اللي بتقدروا إنكم اتحققوا من الوعود اللي قطعتوها للمجالس في هذه المناطق يعني أنا بأعتقد أن وزارة الحكومة المحلية بما يخص موضوع دعم النساء من يعني الوزارات الرائدة في هذا المجال ولولا وزارة الحكم المحلي وتقديمها بمقترحات لتغيير النظام والقانون لما كانت النساء اليوم يمثلنا في هذا المجالس أهم من التمثيل هو كمان أنه يكون في مشاركة فاعلة منهم يعني عشان التمثيل رفع نسبة الكوتا مهم شوي صريح وبعيدا عن يعني كمان النساء التمكين مهم يجب أن يقومنا بدورهم يعني حلو يعني إحنا حطينا الكوتا لستات في الانتخابات وكل المجالس اليوم وكل البلديات ممثلة فيها السيدات يبقى المسؤولية على عاطق السيدات لإثبات جدارتهم في هذا المجالس أنا مدير عام حكم محلي مدير عام حكم محلي ويعني مطلع على واقع الهيئات المحلية جميعا ومع احترام شديد هل تشوف النساء يعني إنها خلاص بتيجي مثلا بتظلها بس بتعملش إشي آخر يعني ما بتناضل من أجل تحصيل حقوقها بالتأكيد هذا بقدرش مش تعميم مش تعميم مش تعميم يعني فيه وفيه بعض السيدات يعني كمان بنسمع لهمش أي صوت بمجرد وصولهم للمجلس طيب وولا بتسمعوا لهم صوت كيف نسمعوا لهم صوت احنا قاعدين معهم اليوم طيب بالنسبة لدير العسل يعني بطالبوا ولا هيك أكثر رئيس مجلس السنة هاي شفتوا أنت في مدرية الحب الحالي أنوار رغمي لا كثير بروح بكون إش موجود يعني بكون طالع للشغل يعني ما شاء الله عنها نشيطا بين عليها وبالطالب فبدها استجابة بدها الرسالة هذا الهدف كمان في الحلقة اليوم أستاذ أسماء يعني بالنهاية تحكي لنا في دقيقة شو اللي ممكن تفعل وحدة النوع الاجتماعي مستقبلا من أجل دعم وجود النساء في المجالس المحلية يعني أنا بأمل من الأخت أنوار أنها تكتب كتاب من خلال مدرية الخليل للوزير بكافة احتيازات البلدة وتبعتني نسخة من الكتاب وإن شاء الله أننا بنقدر نساعدها بشكل خاص نعم وبشكل عام بشكل عام إحنا بنحاول ندعم كل النساء طبعا في الهيئات المحلية شكرا جزيلا لك أستاذ أسماء خروب مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي كما نشكر وجود الأستاذ أنوار الشوامر الرئيس مجلس دير العسل الفوق في حلقتنا لهذا اليوم والشكر موصول طبعا أيضا للأستاذ رشيد عبض مديرية الحكم المحلي أكيد في الخليل شكرا جزيلا لكم جميعا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة شكرا لكم على المتابعة التي تحدثنا طبعا خلالها عن مدى استجابة وزارة الحكم المحلي لاحتياجات النساء في الأماكن ذات الأولوية شكرا جزيلا إلى اللقاء اشتركوا في القناة